عندي كلام 19 عام مضت على العملية السياسية ومن حق الشعب يسأل انتوا شنو سويتوا للناس ما تفهموني شنو سويتوا للناس وميزانيات هذا البلد ضخمة جدا وخلي نحجي وياكم وحدة وحدة الصحة ما بدلتم بيها شي أبد ما بدلتم بيها شي نفس المستشفيات من الثمانينات وإلى الآن وما ضفتوا عدا كم مستشفى بس كم مستشفى لا تزعلون التعليم الناس وصلت تتعلم تعليم حديث ومتقدم جدا وإحنا لحد الآن أساليبنا بدائية وسويتوا الدوام لبعض الطلاب ثلاث شفتات وأكو مدارس مبنية بطين ومواد بدائية والله مواد بدائية وانتوا شاهدتوا يعني والله نخجل نحجي بيها الصناعة انتهت بهذا البلد اللي كان بي أزيد من 55 ألف معمل ومصنع بالقطاعين الخاص والعام الزراعة كل شي ما شفنا منها والفلاح التعين والله شرطي وحاف قاعوا لأن ماكوا أمل بيها للزحامات نفس شوارع بغداد من تأسيسها إلى الآن والزحامات ما شاء الله الموظف يطلع للدوام قبل ساعتين حتى يلحق يوصل أو ما يوصل واللي عنده شخص تعبان وعليل والله يموت بالزحامات ورياضة على مستوى كرة القدم البطولة الوحيدة اللي حققنا أو حققها البلد هي عام 2007 يعني إحنا 15 سنة ما عدنا إنجاز في كل المجالات ما كنت أقدموا أنتوا لحد الآن ما تحسبون حساب هذا المواطن البسيط وش وقت تلتفتون لهذا البلد؟ الله أعلم تصبحنا على وطن آمن في أمان الله